موسيقى موسيقى مساعدتم مساء المشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة الثالثة هذه أبرز ما فيها من عنوين موسيقى السيد الرئيس يصل مساء اليوم للسعودية للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق غدا موسيقى قبيل يوم الأسير هيئة الأسرة تؤكد أن 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال موسيقى مقتلوا 27 إرهابيا في عملية أمنية للجيش المصري وسط سيناء وشمالها موسيقى أهلا بكم شيعت جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية جثمان شهيد إسلام حرز الله 28 عاما والذي ارتقى خلال قمع قوات الاحتلال للمسارات السلمية الشرق غزة إسلام الزعنون والتفاصيل مؤلم كل هذا الألم لأمهات يقططع الاحتلال الإسرائيلي فلذاتهن هي صورة الوداع والنظرة الأخيرة التي مرت بها أمهات شهداء مسيرات العودة الكبرى هو تمات استشهد لكن فيه وراء ثلاثة أطفال طلعوا وإن شاء الله حيمارس الحياة زي أبو وكل واحد باستشهد فيه غير بمارس هذا مشهد متكرر يعقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين عند الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة لم تكن صياغة دباجاته لتبرير جرائمه صالحة أمام صورة الوداع هذه إسلام حرز الله ثمانية وعشرون عاماً ارتقى برصاصة متفجرة في البطن في جمعة رفع العلم الفلسطيني شرق مدينة غزة اختطفته من بين ذويه ليلحق بركب شهداء يوم الأرض هم يستهدفون وإحنا بالنسبة لنا مسيرة سلمية هو ما اندفع بس من حجل حق العودة حق مسيرة العودة لبس الأرض لجوع الأرض إلى صاحبها تحولت ميادين المظاهرات السلمية إلى ساحة دموية تشهد على قمع جيش الاحتلال بالقوة الفتكة للمتظاهرين الذين ارتقى من بينهم منذ الثلاثين من مارس الماضي وحتى اللحظة خمسة وثلاثون شهيداً منهم اثنان لا زالا محتجزين عدا عن أربعة آلاف جريح تعجبهم وبآلامهم مشى في القطاع اسلام الزعنون تلفزيون فلسطين غزة يصل السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم للسعودية للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق غداً في مدينة ظهران وستبحث القمة جملة من الملفات وآخر تطورات في ساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الحديث أكثر حول هذه القمة ينضم إلينا موفدنا إلى المملكة العربية السعودية خميس ماخو معنا عبر الهتف أهلا بك معنا خميس كيف تبدو صورة الأوضاع لديك الآن خاصة وأن السيد الرئيس سيصل بعد ساعات قليلة إلى السعودية أهلا بك ديانا وباستاذ المشاهدين عمليا سيد الرئيس بعد ثلاث ساعات قريباً من الآن إلى الظهران حيث توقع القمة العربية ساتعة والعشرين تقبل رسمي للسيد الرئيس سيكون على أرض المطار هنا في الظهران سيشارك فيه بأمير المنطقة الشرقية أيضاً سيكون حاضراً أمين جماعة الدول العربية لضافة إلى أمين منطقة الدمان ننتوقع وحسب ما أشار سافية دولة فلسطين لدى منذك العربية السعودية سفير سامي الآذة أن يعقد سيد الرئيس مساء هذا اليوم وفور وصوله العديد من اللقاءات التنائية مع القادة والدعماء العرب على هامش أعمال هذه القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتطورات الميجانية على الأرض والإجراءات الإسرائيلية المختلفة وآلية بحث عملياً دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية وتحديداً فيما يتعلق برؤية وخصصة السيد الرئيس محمود عباس التي طرحها مؤخراً في مجلس الأمن الدولي نعم بتأكيد سنتابع وقاع هذه القمة وتفاصيلها معك موفدنا خميس ماخو في ظهران بمملكة العربية السعودية كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك هنأ السيد الرئيس محمود عباس ابناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسرائي والمعراج كما هنأ قادة وملوك وزعماء الأمتين والأمناء العامين للمنظمات العربية والإسلامية بهذه الذكرى متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تعززت الوحدة وتحقق التطلعات وأمان الشعوب بالتطور والرقي هذا وهنأ رئيس الوزراء رامي الحمد لله ابناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية لمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج واضف الحمد لله على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ذكرى الإسرائي والمعراج تأتي في ظل قرار أمريكي ظالم وفي وقت تتعرض فيه القدس لاعتداءات يومية ترمي إلى تهويدها كما أكد أن القدس تبقى دوماً القبلة والبوصلة والعاصمة الأبدية لفلسطين ووجه الحمد لله دعوة إلى كافة حكومات وشعوب العالم بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز صمود المرابطين في القدس نبقى في شأن الحكومي حيث حمل رئيس الوزراء رامي الحمد للحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار انتهاكات المستوطنين وعبثهم بمقدسات شعبنا جاء ذلك خلال تفاقده المسجد الذي أقدم المستوطنون على حرقه أمس في قرية عقرب قضاء نبلس بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وبهدف الوقوف على أثار العدوان الاستطاني الإرهابي تفقد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله مسجد الشيخ سعادة في بلدة عقرب جنوب شرق نبلس بحضور وزير الأوقاف يوسف دعيس ومحافظ نبلس اللواء أكرم الجوب وأدى رئيس الوزراء الصلاة خلال تفاقده الأضرار التي رحقت بالمسجد جراء محاولة عصابات تدفيع الثمن الإرهابية إشعال النار فيه محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات المتصاعدة نحن هنا اليوم في عقرب نصلي معا في مسجد سعادة أبو شاهر الذي أضرب به المسلطنون النار وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه في جريمة إسرائيلية جليدة تضاف إلى سلسلة طويلة من انتهاكات إسرائيل بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم سلسلة من الإجراءات ستتخذها الحكومة في سبيل دعم القرى والبلدات المهددة بالاستطهن عبر توفير مختلف أشكال الدعم واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا في ظل تصاعد الاعتداءات الاستطانية والاحتلالية بحق شعبنا تأتي هذه الزيارة لتحمل في طياتها رسائل عدة أبرزها وقوف القيادة الفلسطينية بكل ما أتيح من إمكانيات إلى جانب القرى والبلدات المهددة من الاستطان دعما لصمودها في وجه الصلف الاحتلالي المتصاعد بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين نابلس وأكد الحمد لله في كلمة له خلال تفاقده مسجد عقرب في نابلس أن شعبنا وقيادته لن يساوم على حقوق التاريخية ولا على هوية ومكانة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية تقد قال شعبنا وقيادته كلمتهم لن نساوم على حقوقنا الوطنية والتاريخية ولا على هوية ومكانة مقدساتنا مهما تعاضبت التحديات أو تصاعدت أعمال العنف والإرهاب وستبقى إلى لابد الكدس عاصمتنا وسنبقى مرابطين متجدرين في أرضنا هنا وقال الحمد لله أن العالم مطالب بلجم الانتهاكات والاعتداءات المنظمة بحق أبناء شعبنا ومقدساته إن العالم بأسره مطالب اليوم وبلا تأخير بلجم الانتهاكات الإسرائيلية السافرة هنا في عقربة وفي الكدس وفي الأغوار ووقف العدوان الإسرائيلي المنظم والمتواصل على أبناء شعبنا المدنيين العزل في غزة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وفي وقت تحتضن فيه بلادنا وأمتنا الإسلامية ذكرى الإسرائي والميراج فإننا نناشد الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ونجدة الكدس وأهلها وحماية تاريخنا ومقدساتنا ومواجهة سياسة التهويل والحرب المعلنة على الوجود والتاريخ الفلسطيني في موضوع آخر نقل قاضي قضاة فلسطين ومستشار السيد الرئيس الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش نقل رسالة شكر من السيد الرئيس محمود عباس الوفود الدولية التي شاركت عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية في مؤتمر بيت المقدس وذلك بعد أن منعها الاحتلال من دخول فلسطين أروح حماد والمزيد رسالة شكر نقلها قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش من سيادة الرئيس محمود عباس للوفد الدولي الذي شارك عبر الأقمار الصناعية من العاصمة عمان في مؤتمر بيت المقدس والذي منعه الاحتلال من دخول فلسطين الرسالة بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يمنع تواصل الشعب الفلسطيني مع إخوانه وأصدقائه ومتضمنين معه إذا منعهم الاحتلال من دخول إلى فلسطين فلسطين ستأتي إليهم وهم سيكررون التجربة مرة أخرى وسيكررون المحاولة مرة أخرى وثالثة ورابعة ولن يستطيع الاحتلال أن يستفرد بالشعب الفلسطيني أعضاء الوفد الذين لامسوا جزءا من معاناة الشعب الفلسطيني أكدوا رفضهم لهذه التصرفات الإسرائيلية واعتبروها انتهاكا واضحا للأعراف والمواثيق الدولية وجددوا دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحن نعرف بأن السلطات الإسرائيلية سوف يقومون من مثل هذه العملية لإدعاف الفلسطينيين لقضيتهم لكن الفلسطينيين كشعب صامدين من أكثر من حوالي 70 سنة ويستمرون صامدين نحن نعرف نحن يعني جينا من بلاد بعيدة جدا من أستراليا طبعا وأخذت معنا وقت طويل ولكن نحن جينا حتى ندعم الشعب الفلسطيني وندعم وحتى ندخل الأراضي الفلسطينية ونحن سوف نعطيهم يعني كل إن شاء الله كل السبورت اللي حيكون من عندنا إن شاء الله لأخر لحظة بإذن الله وطبعا سنعود في أي وقت يطلب مننا حتى نرجع سنعود إن شاء الله ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد منعت عددا من أعضاء الوفد الدخول إلى الأراضي الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مؤتمر بيت المقدس التاسع رغم حصولهم على التصاريح اللازمة جريمة تضاف للسجل الحافل من الانتهاكات والجرائم الذي راكمته سلطات الاحتلال على مدار عقود بحق الشعب الفلسطيني بالرغم من منع الاحتلال لهم وعرقلة وصولهم إلى فلسطين إلا أن أعضاء الوفد أكدوا رغبتهم في تلبية دعوة سيادة الرئيس محمود عباس لزيارة فلسطين والمشاركة في أعمال مؤتمر بيت المقدس العاشر الذي سيقام العام القادم لتلفزيون فلسطين أروى حماد عمان إلى ذلك احتجزت السلطات الإسرائيلية في مطار الليد صباح اليوم مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع الذي انعقد في مدينة رامالله خلال الأيام الثلاثة الماضية خالد طاوع والمزيد في تقرير التالي على خلفية مشاركتهم في مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رامالله قبل بضعة أيام احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الوفود المشاركة في مطار الليد أثناء مغادرتها وأخضعتها لجلسات تحقيق امتدت لساعات طويلة في ظروف مهينة وقاسية ومستفزة استهداف قوات الاحتلال سفراء السلام والمناصرين لحقوق شعبنا ومعاقبتهم في ذهابهم وإيابهم بشتى الوسائل والطرق دون أن تقيم وزنا للقانون الدولي والعلاقات بين الدول المنتمين إليها ومعاملتهم كأعداء تحت حجج وضرائع احتلالية واهية يندرج في سياق مخطط محبوك لإجبارهم على عدم العودة لفلسطين كي لا يعرف بشاعة سياسة الاحتلال ضد الفلسطينيين وتظل روايتها وخرافاتها سائدة في الساحة الدولية وحشية الاحتلال في التعامل مع قوافل السلام التي تزحف بين الفينة والأخرى للوقوف إلى جانب شعبنا الرازح تحت نير الاحتلال ويعاني ويلات الظلم والاستكبار الإسرائيلي لن تنال من عزيمة محبي السلام وعن مواصلة دعمهم الإنساني والسياسي تجلى ذلك من خلال ردات فعل الوفود التي لجأت إلى حكومات بلادها لمطالبتها بتقديم شكاوا فورية في المؤسسات الدولية والأممية ضد إسرائيل لمقاضاتها على معاملتها القاسية والمهينة وعدم احترامها رعاية تلك الدول خاصة وأنها من النخب الفكرية والعلمية والسياسية والدينية دون أي مبررات أو أعضار يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت منتصف الأسبوع الماضي وفود أكثر من أربعين دولة من مختلف قارات العالم من دخول دولة فلسطين للمشاركة في فعاليات مؤتمر بيت المقدس تحت عنوان الكدس عاصمة دولة فلسطين حيث وجه السيد الرئيس محمود عباس شكره لهم ولجهودهم الجبارة في دعم شعبنا ومقدساته خالد طاوع تلفزيون فلسطين شاهدين الكرام ننوه إلى الخبر العجل الذي يظهر أسفل الشاشة والذي يفيد باستشهاد مواطنان نتيجة قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية شرق رفح نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها طالبان يقرأني أكثر من مائة وستين كتابا في أريحة ويفوزاني بمسابقة للقراءة دخل النائف المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي عامه السابع عشر في الأسر في شأن ذاته يقبع ستة آلاف وخمسمائة أسير في سجون الاحتلال وفقا لتقريرا شاملا أصدرته هيئة شؤون الأسرة والمحرارين في ذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني تقرير علي دار علي بحكم يقضي خمسة مؤبدات وأربعين سنة يدخل النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي عامه السابع عشر في سجون الاحتلال اعتقل البرغوثي واحد وستون عاما في الخمس عشر من شهر نيسان عام الفين واثنين من أحد المنازل في مدينة رامالله وأسفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أريير شارون في حينه لاعتقاله حيا قائلا كنت أفضل أن يكون رمادا في جرى وتتهم إسرائيل البرغوثي بقيادة تنظيم حركة فتح التي شغل أمينة سرها في الضفاة الغربية والمسؤولية عن عمليات فدائية أدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين في العام الفين واربع وحين أصدرت محكمة الاحتلال حكمها الجائر رد البرغوثي على القاضي الإسرائيلي قائلا إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حرية فأنا مستعد لدفع هذا الثمن تعرض البرغوثي للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية حيث كان من قيادات الانتفاضة الأولى عام سبعة وثمانين كما فرض الاحتلال عليه الإقامة الجبرية قبل إبعاده خارج البلاد ثم عاد إلى أرض الوطن بعد توقيع اتفاق أوسلو وفاز في انتخابات أول مجلس تشريعي فلسطيني عام ستة وتسعين كما نجى من عدة محاولات اغتيال أثناء انتفاضة الأقصى ولد البرغوثي في قرية كوبار إلى الشمال الغربي من مدينة رمالة وانخرط في حركة فتح في سن الخامسة عشر يحمل البرغوثي درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية كما حصل على درجة الدكتوراه وهو داخل السجن وتدخل أعوام أسر البرغوثي السابعة عشرة قبيل الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني والذي يوافق السابع عشر من نيسان حيث يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو ستة آلاف وخمسمائة أسير يعانون الحرمانة والألم في سبيل الحرية علي دار علي تلفزيون فلسطين أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018 وأكد رئيس المنظمة دكتور بندر بن فهد الفهيد أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية يعكس اهتمام المنظمة والمجلس الوزري العربي للسياحة بإبراز مكانة القدس التاريخية والدينية وترصيخ مكانتها في ذاكرة العربية إلى شأن العربي قالت القوات المسلحة المصرية أن 27 تكفيريا شديدين خطورة قتلوا في عمليات أمنية شمال سيناء ووسطها وأوضحت القوات أن 6 تكفيريين قتلوا أثناء السهداف القوات الجوية لأحد الأوكار التي تتحصن بها العناصر الإرهابية كما تم القضاء على 9 التكفيريين والقبض على 114 آخرين شمال سيناء ووسطها أضافت أن 12 عنصر تكفيريا قتلوا خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بدائرة قسم ثالث العريش مشاهدين الكرام نتحول إلى قطاع غزة لمتابعة آخر تطورات الميدانية هناك وتنضم إلينا مراسلتنا إسلام الزعنون إسلام كيف تبدو صورة الأوضاع لديك والحديث عن وجود شهدين جراء قصف لطائرات الاحتلال أهلا بك والمشاهدين أربعة شهداء حسب المصادر الطبية الفلسطينية وصلت المستشفى الأوروبي في جنوب قطاع غزة عند كان هذا الاستهداف مدفعي من قبل مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز شرق رفح عند بوابة أبو مطبق عند المخيم الجديد هذا الاستهداف قبل قليل كان وهناك لازالت التواقم الطبية في المكان تحاول انتشال الإصابات حتى هذه اللحظة الأخبار التي وردتنا من وزارة الصحة هم أربع شهداء دون وصول أي إصابات إلى المشافي المركزية هذا الاستهداف جاء بشكل مفاجئ لمجموعة من الشبان كانوا يقلون ما يعرف وسيلة نقل بدائية هي التوكتوك تحمل الكوشوك أو ما تعرف أيضا بإطارات السيارات حتى هذه اللحظة هذه مجمل الصورة في قطاع غزة سنوفيكم بكل ما هو جديد في حال وروده إلينا في هذا الحدث الطارئ في قطاع غزة نعم بتأكيد سنتابع تطورات الأحداث شكرا جزيلا لك حتى اللحظة مراسلتنا إسلام الزعنون كنت معنا من قطاع غزة شكرا لك في تلك الأثناء مدد رئيس المصري عبد الفتاح السلسي حالة الطوارئ لثلاثة شهور أخرى حسب ما ورد في مرسوم نشر اليوم في الجريدة الرسمية ويعد هذا التمديد الرابع الذي فرض إثر تفجيرين أسفر عن سقوط 45 شهيدا في اعتداءين نفذهما تنظيم داعش على كنيسين في طنطة والإسكندرية ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن أن يسمح بفرض قيود على حرية التحرك شيع عشرات الألاف خلال جنازة وطنية في مدينة الإصفيح جثمانة ويني مادكليزا منديلا زوجة السابقة لرمز الكفاح ضد النظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا نيلسون منديلا وكانت ويني منديلا التي تعد أيقونة للتحرر والحركة النسوية قد توفيت في الثاني من الشهر الجاري عن عمر نهز واحدا وثمانين عاما وقد دفنت اليوم بعد انتهاء عشرة أيام من الحداد الوطني عودة لأخبارنا المحلية وفي ظل تنامي الحاجة لتحسين النمو الاقتصادي والحد من مخاطر البيئية عقدت غرفة تجارة وصناعة الكرم ورشة عمل حول تحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين بهدف الحفاظ على البيئة دون استنزاف الموارد والطاقة بالطريقة المثلى تقرير إيهاب ضميري في ظل التغيرات المناخية والأزمات العالمية المترابطة التي أثرت في المجتمع الدولي تفاعل السطح مفهوم الاقتصاد الأخضر والذي يعني تحسين نمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من المخاطر البيئية ومع أن الاقتصاد الأخضر في فلسطين في طور النشأة إلى أنه يتم عقد الندوات التوعوية حول أهميته مع أصحاب المصانع والمزارعين ففي غرفة تجارة وصناعة طول كرم عقد مركز التجارة الفلسطيني ورشة تحت عنوان التحول للاقتصاد الأخضر في فلسطين بحضور ممثلي الجهة ذات العلاقة من مؤسسات القطاع العام والخاص الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد اللي بيعنى بربط البيئة بكل النشاطات الاقتصادية وهذا توجه عالمي من متمر ريو 1992 أصبحت التنمية مربوطة بالبيئة بحيث أنه يكون الاقتصاد عادل اجتماعيا تكون المصادر واستخداماتها مستدامة بحيث يكون ينحفظ حق لجال القادمة في وجود هذه الموارد واستخدامها بصورة كفاءة الاقتصاد الأخضر يطرح رؤية لحياة اقتصادية عادلة ومستدامة تحافظ على الموارد والبيئة وتبدو الصناعات الزراعية والدوائية والإنشاءة في فلسطين كأكثر القطاعات التي من الممكن أن تستفيد من الموارد الموجودة دون استنزافها وتحافظ على البيئة فيما تظهر بعض التجارب الفردية في محافظات الوطن المواكبة لتطورات ومتطلبات الأسواق العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر نحن بالتصدير خصوصا لدول الخليج والتركيا ولقسم من دول أوروبا استفدنا منه بشكل عالي جدا لأنه تكون المواصف صديقة للبيئة بنسبة 100% وسبب هذا النمو والارتفاع بالدرجة الأولى اللي هو الاقتصاد الأخضر وقلت من خاطر على البيئة بالهدر وبالتفاصيل الكاملة وبات من الضرورية التقدم نحو الاقتصاد الأخضر في فلسطين والذي يتطلب حراكا على مختلف المستويات للوصول إلى درجة تكون فيها المتطلبات البيئات ملزمة في قطاعات عدة بهدف استثمار الطاقة والموارد بطريقة مثل خاصة في ظل سعي شعبنا للانعتاق والاستقلال على الاحتلال في تلبية احتياجاته تحويل ما يتم انتاجه صناعيا للاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة هو جزء من تحقيق دولة فلسطين لمعايير علامية متعلقة بالتنمية المستدامة وبتصدير المنتجات وبالحفاظ على الموارد وتقليل الفاقد من الطاقة يهد ضمير تلفزيون فلسطين طول كرم فاز طالبان محمد سلام ويارا بلاطيا بمسابقة القراءة على مستوى محافظة أريحة حيث قرأ أكثر من 160 كتابا في مبادرة طرحتها وزارة تربية والتعليم بالشراكة مع وزارة فقافة تقرير وتنبلاص كما قال أحد الشعراء خير جليس في الزمان كتاب هنا الطفل محمد سلام يمارس شغفه بالقراءة في مكتبة مدرسته بعد أن فاز مع زميلته يارا بلاطيا بمسابقة القراءة على مستوى محافظة أريحة والأغوار وشارك بتحدي القراءة العربي أنا بقرأ منذ سمن طويل وأحب القراءة نمت مع نموي وأفكاري شغف أحبه في القراءة أنا أحب القراءة بالأول أنها بتنمي المعلمات التي عندي وبتزيد الوعي إلى كل الطلبة اللي بقرأوا سواء كانوا قرئين محبين القراءة أو بقرأوا مشان يشارك بتحدي القراءة وقرأ محمد ويارا أكثر من 160 كتابا تتنوع مواضعها ما بين الأدب والفلسفة والخيال العلمي قبل أن يتم استخراج زبدتها وتلخيصها وذلك في إطار تنمية قدراتهما التعبيرية والتحليلية وسقل مواهبهما نحن نمشي في خطوط متوازية مع بعض هناك تقاطعات في العمل من حيث التعاون في عمل ندوات ثقافية مسابقات ثقافية المشاركة في عدة أنشطات تنمي مواهب الطلب نحن معنيين جدا جدا في هذا الموضوع وتهدف وزارة التربية والتعليم التي تشرف على المسابقة إلى غرس حب الكراءة في نفوس الأطفال لتصبح عادة متأصلة في حياتهم نزل القرآن الكريم بصورة إقراء فالقراءة مؤشر يدل على حضارة وثقافة الأمم ولهذا تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز حب الكراءة في نفوس الطلبة من مدينة أريحة وطنبلاص تلفزيون فلسطين أما الآن مشاهدين فننتقل بكم إلى حالة التقس والزميلة ريم صلاح نسأل خير ديانا شكرا أهلا بكم مشاهدين في أحوال التقس يترأ انخفاض طفيف النهار اليوم على درجة الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود أربع درجات مئوية ويكون التقس غالبا صافا وربيعيا معتدلا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة تنشط أحيانا بالنسبة لأجواء هذه الليلة فتكون صافية وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق والآن مشاهدين ننتقل وإياكم إلى درجة الحرارة العظمى التي سجلت لنهار اليوم في بعض المدن والمحافظات المحلية ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 25 رامالة 24 نابلس 26 جينين وطوباس 29 تلكرم وقلقيليا 27 سلفيت 25 أريحة 33 بيت اللحم 25 الخليل 24 ننتقل إلى المحافظات الرحيل current مهي رسالتكم من الضديو نسالتنا هين هون 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 هاتف الاختلالة الآن يمنعونا أكيد حسنًا نهاية نشرتنا الجوية شكراً على المتابع وعود الآن إلى الزميلة ديانا شكراً لك كريم قبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوي السيد الرئيس يصل مساء اليوم للسعودية للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق غداً قبيل يوم الأسير هيئة الأسرة تؤكد أن 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال نقتل 27 إرهابياً في عملية أمنية للجيش المصري وسط سيناء وشمالها شاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشر الإخبارية أشكر لكم دائماً طيبة المتابعة إلى اللقاء